اشتركوا في القناة لجنة المسابقات بصدد اصدار قرار بخوض الاهل مؤجلاته قبل اللقاء برامز قال الإعلامي سيف زاهر أن لجنة المسابقات تعتزم اصدار قرار غدا الاثنين بخوض النادي الاهل مبارياته المؤجلة من الدور الأول بالدوري وذلك قبل اللقاء برامز في الدور الثاني والمؤجل للأهل هو لقاءه مع الزمالك أي أن لقاء القمة سيكون قبل مواجهة برامز كما أوضح سيف زاهر أنه غدا الاثنين سيتم وضع تصور كامل لجدول الدوري والكأس معا حكم غاني لإدارة مباراة الزمالك ونصر حسين ضاي الجزائري في الكونفدرالية الأربعاء المقبل الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا للنجوم لجنة القيم تستمع لأقوار رئيس الزمالك اليوم في الشكوى المقدمة ضده من النادي الاهلي بتهمة السب والقزف اتحاد الكرة يدرس إلغاء خاصية الحكم الخامس في الدوري لعدم جدواها وتسببها في مشاكل بجانب التكلفة المالية الاهلي يصل العاصمة التنزانية دار السلام استعدادا لمواجهة سينبا السلساء المقبل حسن السندبيسي الحكم الخامس في مباراة الأهلي وحرس الحدود يخضع للتحقيق اليوم باتحاد الكرة بعد تداول صورة له تفيد عمله بإحدى الأكاديميات التي تحمل شعار النادي الأهلي رسميا برامز زيواجه الهلال السعودي وديا يوم 22 مارس المقبل بمرعب جمعة الملك سعود عدل القيعي الأزمة بين الأهلي واتحاد الكرة انتهت بعد تأجيل مباراة برامز ونجاح محمد فضل في إدارة أمم أفريقيا يساوي نجاح مصر تركي آل الشيخ ينشر أغنية جديدة لبرامز باسم روح الفنيلة الزرأة طبيب الأهلي يحدد موعد عودة نجمي الفريق وليد أزارو وأحمد فتحي حدد خالد محمود طبيب الأهلي موعد مبدئي لعودة السنائي أحمد فتحي وليد أزارو والمشاركة في المباريات وتحديدا أمام الداخلية في 20 فبراير الجاري بالدوري هاني أبو ريدا يبدأ التحرك لرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك من الاتحاد الإفريقي كاف خلال الفترة المقبلة لمواجهة شكوى الأهلي بعثة نصر حسين ضاي الجزائري تصل القاهرة مساء اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك إدارة الزمالك تعقد جلسة مع السنائي يوسف أوباما والتونسي فرجاني ساسي للوقوف على أسباب المشادة التي حدثت بينهما في مباراة النجوم أمس الصليبي يهدد نجم الأهلي تعرض اللاعب أحمد أشرف قائد فريق شباب الأهلي ومنتخب موليد 2001 للإصابة خلال مشاركة فريقه في مباراة بيراميذ والتي أقيمت الجمعة الماضية ضمن الجولة 25 من بطولة الجمهورية وخضع اللاعب لفحص طبي لتثبت الأشعة تعرض اللاعب لقطع فرضات الصليبي للركبة وضرورة خضوعه لجراحة عاجلة في الساعة المقبلة سفير مصر في تنزانيا يدعو بعثة الأهلي على حفل عشاء سعد سمير يغيب عن الأهلي في رحلة تنزانيا بسبب العضلة الضامة إلى هنا تنتهي مع حضراتكم أخبارنا لهذا اليوم نرجو أن تكون حازت على إعجابكم لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة